موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات الطالبات أبناء الطلبة أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر في هذه الحلقة بإذن الله سوف نقوم بمراجعة ما تم دراسته في مادة الأحياء للصف الثاني عشر في الفصل الدراسي الأول ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا موسيقى أهلا بكم من جديد ذكرنا قبل الفاصل أننا سوف نقوم بمراجعة ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول لدروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر فتابعوا معي ما المقصود به؟ الأم العنكبوتية أحسنتم غشاء ليفي رفيع ولكنه قوي يضم شبكة من الشعيرات الدموية التي تلتصق بالدماغ وتتبع انحناءاته ويعد بذلك غشاء مغذيا للمراكز المادة البيضاء هي منطقة محيطية بيضاء اللون يخترقها شق خلفي عميق وضيق وشق أمامي أكثر اتساعا وأقل عمقا ما المقصود بالمشتبكات الكيميائية؟ ممتاز هي التي تنقل السيال العصبي خلالها على شكل مواد كيميائية ما هي التراكيب التي تكون الجهاز العصبي المركزي؟ أحسنتم الدماغ الحبل الشوكي ما هي التراكيب التي تكون الجهاز العصبي الطرفي؟ ممتاز شبكات الأعصاب التي تمتد إلى جميع أرجاء الجسم ما الفرق بين المادة البيضاء والمادة الرمادية من حيث التركيب؟ أحسنتم المادة البيضاء مكونة من زوائد شجرية ومحاور خلايا عصبية مغلفة بالمايلين أما المادة الرمادية فتحوي أجسام خلايا عصبية وخلايا دبقية ومحاور غير مغلفة بالمايلين أجب عن الأسئلة التالية ما وظائف الجهاز الهرموني؟ ضبط أجهزة الجسم والاستجابة للتغيرات التي تحصل داخل الجسم وخارجه وضبط التوازن الحيوي اذكر أمثلة على تأثيرات الهرمونات في ثلاث مجموعات من الحيوانات انسلاخ الحشرات وإفراز الحليب في الثديات والتحول في البرمائيات والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف ننتقل إلى نوع جديد من أنواع الأسئلة فيما يفيد الحيوان امتلاكه جهازا عصبيا وجهازا هرمونيا ممتاز الجهازان ينتجان استجابات ملائمة للمؤثرات قصيرة الأمد والتغيرات طويلة الأمد كيف ينقل الجهاز الدوري الهرمونات إلى إجزاء الجسم؟ أحسنتم ينقل الدم الهرمونات الذائبة من الغدد حيث تصنع إلى إجزاء الجسم التي تحدث فيها الاستجابات درسنا عزيزة الطالبة عزيز الطالب الجهاز المناعي نريد أن نأخذ بعض الأسئلة عنه كيف يمكنك الاعتناء بجهازك المناعي؟ أحسنتم من خلال ممارسة السلوكيات التي تحد من تعرض الجسم للكائنات الممرضة وتساعد في الحفاظ على صحتك المناعية وهذه السلوكيات ملخصة في الجدول التالي تناول الغذاء المتوازن والصحي الحرص على ممارسة التمارين الرياضية وأخذ قصد وافر من الراحة تنظيف الأسنان والاستحمام بانتظام المحافظة على نظافة البيت تجنب التدخين المخدرات والمشروبات الكحولية تجنب العلاقات الجنسية المحرمة تحصين النفس باللقاحات الواقية من الأمراض كلاهما هرمونات يفرزها البنكرياس لضبط مستوى السكر في الدم يخفض الإنسولين تركيز السكر في الدم ويزيد الجلوكاجون مستوى سكر الدم تعرض شخص ما لإصابة في الفصل الخلفي للغدة النخامية وقد أثر ذلك على جهازه الإخراجي وتمثل بإدرار بول كثير فسر ما سبب ذلك علما بأن تحت المهاد ما زال سليما أدت إصابة الفصل الخلفي للغدة النخامية على حدوث اضطراب في وظيفتها وهي أفراز هرمون المضاد لإدرار البول ADH يصنع في الخلايا العصبية المكونة لتحت المهاد السليم والمختزن بالفصل الخلفي ذكرنا عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب المهاد نريد أن نقارن الآن بين وظيفة المهاد وتحت المهاد قارن بين المهاد وتحت المهاد المهاد يوجه الرسائل القادمة من الحبل الشوكي إلى الأجزاء المناسبة في المخ أما تحت المهاد فيحافظ على اتزان الجسم الداخلي مثل المحتوى المائي ودرجة حرارة الجسم ويعد مركز التحكم بإدراك الجوع والعطش والعاطفة بالإضافة إلى كونه حلقة الوصل بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي ما هي وظائف المناطق المختلفة للقشرة المخية أحسنتم المناطق الحسية تؤدي دورا في الحس الشعوري والإدراك أما المناطق الحركية فتؤدي دورا في ضبط الحركة الإرادية الذاكرة والانفعال والكلام ما هي الأجزاء التي يتركب منها الدماغ جذع أو ساق الدماغ المخ المخيخ ما الفرق بين المادة البيضاء والمادة الرمادية من حيث التركيب أحسنتم المادة البيضاء مكونة من زوائط شجرية ومحاور خلايا عصبية مغلفة بالمايلين أما المادة الرمادية فتحوي أجسام خلايا عصبية وخلايا دبقية ومحاور غير مغلفة بالمايلين ما هي وظائف الحبل الشوكي نقل السيالات العصبية من الدماغ وإليه الأفعال العكاسية الشوكية والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف نتعرف على الخلية العصبية ما هي سمات مشتركة بين الخلايا العصبية يشكل جسم الخلية القسم الأكبر من الخلية العصبية يحتوي على نواة كبيرة ومعظم السايتوبلازم يتوزع فيه عدد من عضيات الخلية كالميتوكوندريا وجهاز جولجي بالإضافة إلى جسيمات نيسل ما هو الحيوان المنوي؟ هو الخلية التناسلية الذكرية أو المشيج الذكري الذي ينتجه الجهاز التناسل الذكري نريد أن نتعرف ما هو تركيب الحيوان المنوي تابعوا معي مما يتركب الحيوان المنوي؟ الرأس والقطعة المتوسطة والذيل ما المقصود بالليف العصبي؟ أحسنتم هو الاستطالة الطويلة للخلية العصبية وما يحيط بها من أغلفة ما أنواع الألياف العصبية؟ ممتاز واحد الياف عصبية عديمة المايلين وهي لا يحيط بها طبقة المايلين وتتواجد في المادة الرمادية وفي الأعصاب الطرفية اثنين الياف عصبية مايلينية وهي استطالات طويلة مفردة محاطة بالمايلين ولا تتواجد إلا في المادة البيضاء وفي الأعصاب الطرفية والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف ننتقل إلى مجموعة جديدة من الأسئلة فتابعوا معي ما هي وظائف الجهاز العصبي التي تمكن الكائن من الاستجابة بسرعة؟ تستقبل الحواس المعلومات من داخل الجسم وخارجه؟ ينقل المعلومات على طول شبكة من الخلايا العصبية المتخصصة إلى مناطق معالجة المعلومات مثل الدماغ يعالج المعلومات ويحولها إلى استجابات ممكنة وأخيرا يعيد إرسال المعلومات بواسطة شبكة الخلايا العصبية بعد معالجتها إلى العضلات والغدد والأجزاء الأخرى من الجسم للقيام بالاستجابة الأنسب ونقصد بأعضاء الاستقبال المختلفة الحواس الخمس البصر والشم والتذوق واللمس والسمع ما الجزئين الرئيسيين الجهاز العصبي لدى الإنسان؟ واحد الجهاز العصبي المركزي هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي وهو يعالج المعلومات التي يستقبلها ويرسل التعليمات إلى الأجزاء الأخرى من الجسم اثنين الجهاز العصبي الطرفي حيث يتكون من شبكة من العصاب التي تمتد في أجزاء الجسم كلها وهو يجمع المعلومات من داخل الجسم ومن خارجه ويوصلها إلى الجهاز العصبي المركزي ثم ينقل التعليمات الصادرة من هذا الأخير إلى أجزاء الجسم ما المقصود بالمستقبلات الحسية؟ ممتاز هي نهايات خلايا عصبية أو خلايا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه وتحولها إلى سيالة عصبية ما أنواع الألياف العصبية؟ واحد ألياف عصبية عديمة المايلين وهي لا يحيط بها طبقة المايلين وتتواجد في المادة الرمادية وفي الأعصاب الطرفية اثنين ألياف عصبية مايلينية وهي استطالات طويلة مفردة محاطة بالمايلين ولا تتواجد إلا في المادة البيضاء وفي الأعصاب الطرفية والآن عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى مجموعة جديدة من الأسئلة فتابعوا معي ما أنواع الأعصاب؟ واحد أعصاب واردة حسية تنقل السيالة العصبية الحسية من أعضاء الحس إلى المراكز العصبية مثل العصب البصري والسمعي والشمي اثنين أعصاب صادرة حركية تنقل السيالة العصبية الحركية من المراكز العصبية إلى الأعضاء المنفذة مثل العصب الحركي للعين واللسان ثلاثة أعصاب مختلطة تتكون من ألياف عصبية واردة حسية وصادرة حركية تنقل السيالة بالاتجاهين مثل الأعصاب الشوكية مما يتكون الجهاز العصبي الطرفي وما هي أقسامه؟ ممتاز يتكون من شبكة من الأعصاب الطرفية التي تربط كل من الدماغ والحبل الشوكي بباقي أعضاء الجسم وهي عبارة عن 31 زوجا من أعصاب الحبل الشوكي و 12 زوجا من أعصاب الدماغ تنقسم هذه الأعصاب إلى أعصاب حسية وأعصاب حركية ويقسم من حيث الشكل والوظيفة إلى جهاز عصبي جسمي وجهاز عصبي ذاتي ما هو دور كل من الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية؟ أحسنتم تنقل الأعصاب الحسية السيالات العصبية من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي أما الأعصاب الحركية فتوصل السيالات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى أجزاء الجسم المختلفة لإحداث الاستجابة قارن بين دور كل من الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي ممتاز تنظم الأعصاب الحركية للجهاز العصبي الجسمي أنشطة الجسم الإرادية والأفعال العكاسية لا إرادية في حين أن الأعصاب الحركية للجهاز العصبي الذاتي تنظم أنشطة الجسم غير الإرادية مثل تنظيم ضربات القلب، عضلات القلب والعضلات الملساء والغدد اذكر عناصر القوس الانعكاسي احسنتم المستقبل الحسي الخلية العصبية الحسية النخاء الشوكي الخلية العصبية الحركية والعضو المنفذ واذا كنتم تذكرون عزيزتي الطالبة عزيز الطالب بالمثال الذي عندما يصاب الانسان بدبوس او صدح ساخد ويستجيب بحركة سريعة هذا هو القوس الانعكاسي يضبط الجهاز العصبي الجسمي الأفعال الإرادية والأفعال اللا إرادية الانعكاسية يضبط الجهاز العصبي الجسمي الأفعال الإرادية والأفعال اللا إرادية الانعكاسية اذ انه يحتوي على الاعصاب الحركية التي تضبط لاستجابات الإرادية او تتحكم بها وعلى الاعصاب الحركية التي تتحكم بالأفعال اللا إرادية الانعكاسية قارن بين الطرائق التي يحافظ فيها الجهاز العصبي الطرفي وجهاز الغدد الصماء على اتزان الجسم الداخلي يستعمل جهاز الغدد الصماء التغذية الراجعة للمحافظة على اتزان الجسم الداخلي أما الجهاز العصبي الطرفي فيستجيب لتنبيه الأعضاء المستقبلة الحسية ما المقصود بالسيال العصبي؟ عبارة عن موجة من التغير الكيميائي والكهربائي تنتقل على طول غشاء الخلية العصبية ما المقصود بجهد العمل؟ هو انعكاس الشحن الكهربائية عبر غشاء الخلية ومن ثم استعادة غشاء الخلية لوضعه السابق أي حالة جهد الراحة يعتبر جهد العمل اسما آخر للسيال العصبي ما المقصود بعتبة الجهد؟ أحسنتم هو الحد الأدنى من انزالة استقطاب جهد الغشاء لتوليد جهد العمل ما المقصود بالمنبه العصبي؟ ممتاز هو تبدل في الوسط الخارجي أو الوسط الداخلي بسرعة تكفي لاستثارة المستقبلات الحسية والخلايا العصبية وبالتالي توليد استجابة ملائمة لها ماذا يحدث عند استثارة ليف الخلية العصبية بمؤثر فعال؟ ممتاز يستجيب الليف بظاهرة كهربائية تسمى جهد العمل والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب نريد أن نتعرف على مراحل جهد العمل مرحلة زوال الاستقطاب وهو انتقال جهد غشاء الخلية من سالب 70 ميلي فولت إلى موجب 30 ميلي فولت يحدث ذلك نتيجة فتح قنوات الصوديوم ودخول أيونات الصوديوم من البيئة الخارجية للخلية إلى داخل الليف العصبي المرحلة التي تليها هي مرحلة عودة الاستقطاب وهو انتقال جهد غشاء الخلية من موجب 30 ميلي فولت إلى سالب 70 ميلي فولت يحدث ذلك نتيجة فتح قنوات البوتاسيوم وخروج أيونات البوتاسيوم من داخل الليف العصبي إلى البيئة الخارجية وأخيرا مرحلة فرط الاستقطاب وهو انتقال جهد غشاء الخلية من سالب 70 ميلي فولت إلى سالب 80 ميلي فولت يحدث ذلك نتيجة تأخر انغلاق قنوات البوتاسيوم كي موجب ما هي انواع المنبهات؟ واحد المنبهات الكيميائية اثنين المنبهات الميكانيكية ثلاثة الإشعاعات اربعة المنبهات الحرارية يتكون الجهاز الحسي من مستقبلات حسية وأعضاء حسية تستقبل التنبيه من البيئة الداخلية والخارجية للجسم كما يتكون من أعضاء حسية تنقل السيالات العصبية الحسية من الأعضاء الحسية إلى أجزاء الدماغ من أجل معالجتها ما هي أعضاء الحس في الجسم؟ أحسنتم العينان الأذنان اللسان الجلد والأنف إلى ما تستجيب كل من المستقبلات الحسية التالية الحرارية الضوئية والألم المستقبلات الحرارية تستجيب لتغيرات الحرارة أما المستقبلات الضوئية فتستجيب للضوء وأخيرا مستقبلات الألم تستجيب لمواد كيميائية تطلقها الأنسج المصابة أو إلى منبه قوي ما المقصود بالمستقبلات الحسية هي نهايات خلايا عصبية أو خلايا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه وتحولها إلى سيالة عصبية على سبيل المثال عزيزة الطالب فإن المستقبلات الضوئية في العين تؤدي إلى اتساع أو ضيق بؤبؤ العين حسب كمية الضوء الداخل إليه أدرس الشكلين جيدا ثم أجب عما يأتي أين يتواجد المحور الطرفي ذو النهايات العصبية المغلفة أو الحرة في الجلد والعضلات والمفاصل والأوتار ما نوع المنبهات التي تستقبلها اللمس، الضغط، الحرارة، التمدد، الألم والاهتزاز الخلايا المستقبلة الحسية نوعان ما هما؟ خلية حسية معدلة أو خلية طلائية معدلة لاحظوا معي في هذا الرسم هنا الخلية العصبية ذات النهاية المغلفة وهنا الخلية العصبية ذات النهاية الحرة أما في هذا الرسم فيوضح خلية عصبية معدلة وخلية طلائية معدلة أين تقع المنطقة الحسية الشمية؟ ممتاز تقع في الفص الصدغي للمخ خلف شق سيلفيوس أين تقع المنطقة الحسية التذوقية؟ أحسنتم تقع في الفص الجداري للمخ خلف شق رونالدو ما المقصود بالرؤية؟ هي القدرة على ملاحظة الأشياء بالنظر إليها وتفسيرها ما الأعضاء التي تمكننا من رؤية؟ العين والعصب البصري والجزء من القشرة المخية الموجود في الفص القفوي ما وظائف الجسم التي قد تتأثر بتلف الكبد بالتشمع أو التليف؟ ممتاز تضرر الكبد سيؤثر في الجهاز الهضمي وفي العمليات الأيضية والجهاز الدوري والآن عزيزة الطالبة عزيزة الطالب سوف ننتقل إلى مجموعة جديدة من الأسئلة ما المقصود بالقرانية الشفافة؟ هي غلاف شفاف ذو محيط دائري يغلف مقدمة كرة العين أكمل ما يلي واحد يوجد خلف القرانية حجرة تحتوي على أحسنتم الخلط المائي الذي يغذي العدسة والقرانية اثنين تضبط فراغ ممتاز القزحية كمية أشعة الضوء التي تدخل العين من خلال فتحة تتوسطها تعرف أحسنتم الحدقة أو بؤبو العين ما الفائدة من وجود العضلات حول العدسة؟ ممتاز تقوم العضلات بتغيير شكل العدسة كي تساعد العين على التركيز لرؤية الأشياء القريبة والأشياء البعيدة أين تركز العدسة الضوء؟ ممتاز على الشبكية ما الذي يحدث للسيالات البصرية بعد أن تترك العين عن طريق العصب البصري؟ ممتاز تذهب إلى المنطقة الحسية البصرية في الفص القفوي في القشرة المخية حيث يتم تفسيرها كيف تؤثر العقاقير في الجهاز العصبي؟ أحسنتم تؤدي العقاقير دورا في الفالق المشتبكي بحيث تؤثر في النواقل العصبية إما عن طريق إثباطها وتنشيطها وإما عن طريق محاكاة عملها ما الذي يحمي الجهاز العصبي المركزي؟ ممتاز عظام الجمجمة تحمي الدماغ العمود الفقري يحمي النخاع الشوكي وأخيرا السحايا والسائل الدماغي الشوكي أذكر أسماء ثلاثة اضطرابات تصيب الجهاز العصبي السكت الدماغية الصدمة مرض الزهايمر التصلب المتعدد شلل الأطفال وتلف أعضاء الحس المورفين عقار لا يصرف إلا بوصفة طبية ويستخرج من الأفيون إلى أي نوع من العقاقير ينتمي المورفين وما تأثيراته المورفين أحد مستحضرات الأفيونية أو مخدر يسكن الألم يستميل النوم يسبب الإدمان بصورة عالية والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف ننتقل إلى نوع جديد من الأسئلة من دروس مراجعة الفصل الأول لمادة الأحياء للصف الثاني عشر ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا بكم من جديد عزيزة الطالبة عزيز الطالب في الجزء الثاني من حلقة المراجعة لدروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر قبل الفاصل تناولنا مجموعة عديدة من الأسئلة والآن سوف ننتقل إلى نوع جديد من الأسئلة وهي أسئلة الاختيار المتعدد أولا اختر الإجابة الصحيحة والأفضل لكل من العبارات التالية وذلك بوضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة واحد تحدث مرحلة أثناء جهد العمل نتيجة تأخر انغلاء قنوات البوتاسيوم كيموجب فما هي هذه المرحلة؟ هل هي زوال الاستقطاب؟ عودة الاستقطاب؟ فرط الاستقطاب؟ أم تثبيت الاستقطاب؟ أحسنتم فرط الاستقطاب اثنين عند سماع الأصوات المختلفة تقوم المستقبلات فراغ بالاستجابة لها الكيميائية الحرارية الضوئية الميكانيكية ممتاز الميكانيكية السؤال الثالث أحد أجزاء العين التالية يحول الموجات الضوئية إلى سيالات عصبية تنقل بواسطة العصب البصري فهل هي الشبكية؟ أم القزحية؟ أم العدسة؟ أم القرنية الشفافة؟ أحسنتم أنها الشبكية السؤال الرابع تعمل هرمونات فراغ على ضبط كمية الكالسيوم في الدم فهل هي الغدة الدرقية؟ أم الغدة النخامية؟ أم البنكرياس؟ أم الغدة الجارات الدرقية؟ أحسنتم الغدة الجارات الدرقية خمسة لهرمون فراغ دور في إطلاق البويضة الناضجة عند الأنثى في منتصف الدورة الشهرية هل هو الاستروجين أم الـ LH أم البروجسترون أم الـ FSH أحسنتم أنه هو هرمون الـ H ستة تقوم الخلايا التائية القاتلة بواحدة من الوظائف التالية تثبيت نشاط الخلايا التائية الأخرى أم إنتاج الأجسام المضادة أم مهاجمة الخلايا الضارة في الجسم أم إفراز السايتوكينات ممتاز مهاجمة الخلايا الضارة في الجسم سبعة جميع الكائنات الحية تملك الجهاز العصبي ما عدا الديدان الحلقية أم اللاسعات أم مفصليات الأرجل أم الإسفنجيات ممتاز إنها اللاسعات ثمانية تستجيب المستقبلات الميكانيكية لي للشد والتمدد الجاذبية والصوت الاهتزاز واللمس أم جميع ما سبق أحسنتم جميع ما سبق تسعة واحدة مما يلي ليست من أشكال الخلايا العصبية وحيدة القطب ثنائية القطب ثلاثية القطب أم نجمية ممتاز نجمية والآن عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى مجموعة جديدة من الأسئلة فتابعوا معي من الهرمونات المحبة للدهون الثيروكسين البروجسترون التستستيرون أم الميلاتونين ممتاز الثيروكسين الخلايا المناعية المسؤولة عن الاستجابة المناعية الثانوية هي الخلايا القاتلة خلايا بلعمة كبيرة أم خلايا بائية أم خلايا ذاكرة ممتاز خلايا ذاكرة منشط قوي يدمر الجسم بطريقة مماثلة للكوكايين هل هو الأفيون الماريقوانا الانفيتامين أم الكافيين ممتاز إنه الأم فيتامين والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف ننتقل إلى نوع جديد من الأسئلة فتابعوا معي حدد أي من العبارات التالية صحيحة وأيها خطأ وذلك بوضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد تعمل خلايا الغراء النجمية على إمداد الخلايا العصبية بالأكسجين والعناصر الغذائية والإجابة صح أثنين تسمى العقاقير التي تؤثر على الإدراك الحسي للجهاز العصبي المركزي بالمواد المهلوسة والإجابة صحيحة ثلاثة يصنف هرمون النمو بالهرمونات المحبة للدهون والإجابة خاطئة أربعة تشكل الطبقة الجرثومية الداخلية في مرحلة تكون الجنين بعض الأعضاء كالرئتين والكبد والإجابة خاطئة خمسة في حالة جهد الراحة فإن غشاء الخلية العصبية لا يحمل شحنات والإجابة خاطئة ستة قد تكون المضادات الحيوية أكثر الأدوية نفعا في مقاومة انتشار الأمراض المعدية والإجابة صحيحة سبعة تعتبر البنكرياس غد صماء فقط والإجابة بالتأكيد خاطئة لأنه كما درستم فإن البنكرياس له دور كبير في عملية الهضم ثمانية نمو جسم الحشرة وانسلاخها ينظمه هرمون واحد والإجابة خاطئة تسعة في الأذن تنتقل اهتزازات الركاب إلى السائل بالقوقعة عبر فتحة الكوة البيضية والإجابة صحيحة عشرة يتناوب المبيضان على إنتاج بيضة واحدة كل شهر في الأنثى والإجابة صحيحة احداش تشكل الطبقة الجرثومية الداخلية في مرحلة تكون الجنين بعض الأعضاء كالرئتين والكبد والإجابة خاطئة اثنى عشر أثبتت الأبحاف عدم قدرة خلايا الغراء النجمية على نقل الإشارات العصبية والإجابة والإجابة خاطئة ثلاثتعش تسمى العقاقير التي تزيد من سرعة الجهاز العصب المركزي بالمواد المهبطة والإجابة خاطئة أربعة عش يفرز الهرمون من جزء معين من الجسم ويحدث أثره في مكان آخر والإجابة صحيحة وكما تعلمون أن الهرمونات التي يتم إفرازها فإن الدم يقوم بنقلها إلى أماكن أخرى للقيام بتأثيرها هناك خمستعش لا تؤثر المضادات الحيوية أكثر الأدوية نفعا في مقاومة انتشار الأمراض الفيروسية والإجابة صحيحة والآن عزيزة الطالبة عزيز الطالب سوف ننتقل إلى نوع جديد من الأسئلة فتابعوا معي أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية واحد عضو أمبوبي الشكل موجود داخل العمود الفقري ممتاز الحبل الشوكي اثنين يشكل نحو 85% من الدماغ البشري ومسؤول عن الأنشطة الإرادية أحسنتم المخ ثلاثة تركيب يوجد بالأذن الداخلية يحتوي سائل تتولد فيه اهتزازات ممتاز القوقعة أربعة غدة تنظم عمليات الجسم المختلفة مثل النمو والتوازن المائي ممتاز الغدة النخامية خمسة سلسلة معقدة من الأحداث المتعاقبة تستغرق 28 يوم لدى الإناث ممتاز الدورة الشهرية ستة الوحدة التركيبية الوظيفية للجهاز العصبي أحسنتم الخلية العصبية سبعة موجة من التغير الكيميائي والكهربائي تنتقل على طول غشاء الخلية ممتاز السيال العصبي من السحايا غشاء رقيق ورخو كالإسفنج يتكون من ألياف الكولاجين أحسنتم الأم العنكبوتية تسعة خلايا تناسلية أنثوية تتكون في المبيضين ممتاز البويضة عشرة عملية بيولوجية أساسية تضمن استمرار النوع لدى الكائنات الحية أحسنتم التكاثر 11- هرمون جنسي ذكري رئيسي ممتاز التستوستيرون 12- الأعضاء التي تستجيب للسيال العصبي إما بالانقباض أو بالإفراز ممتاز الأعضاء المنفذة 13- سائل هلامي شفاف يحافظ على شكل كرة العين أحسنتم الخلط الزجاجي 14- عضو يتم خلاله تبادل المغذيات والأكسجين والعضلات بين الدم والجنين النامي ممتاز المشيمة وكما ذكرنا عزيزة الطالبة عزيز الطالب أن المشيمة تنقل المغذيات والأكسجين من الأم إلى الجنين وتنقل الفضلات وثاني أكسيد الكربون من الجنين إلى الأم والآن ننتقل مع نوع جديد من الأسئلة فتابعوا معي علل لكل مما يلي تعليلا علميا 1- بطء الاستجابة في الكائن الحي بتقدم العمر بسبب قلت كفاءة الخلايا العصبية وقلت عددها ووظيفتها 2- تختلف سرعة نقل السيال العصبي في الألياف الميلينية عن الألياف عديمة الميلين بينما الألياف عديمة الميلين ينتقل بالتنبيه من نقطة لأخرى 3- يشترك الجهازين العصبي والهرموني في حفظ التوازن الحيوي في الجسم إلا أنهما يختلفان في الإسلوب أحسنتم لأن الجهاز العصبي يضبط عن طريق إرسال سيالات عصبية عالية السرعة ويستجيب بسرعة للتغيرات الآتية في داخل الجسم وخارجه وتكون لمدة قصيرة الأمد أما الجهاز الهرموني يضبط عن طريق إرسال رسائل كيميائية وهو يستجيب ببطء للتغيرات الآنية والمزمنة ويكون تأثيره طويل الأمد لساعات أو سنوات 4- الحبال الصوتية لدى الإناث تصدر أصوات أكثر حدة من الأصوات التي تصدرها الأحبال الصوتية لدى الذكور لأن تدفق الهرمونات في جسم الذكر البالغ يزيد سماكة حباله الصوتية والحبال الصوتية الرفيعة تهتز بسرعة أكبر من تلك الأكثر سماكة إذن عزيزة الطالبة عزيز الطالب تأثير الهرمونات الذكرية على الحبال الصوتية هو الذي يجعل صوت الذكر أكثر خشونة 5- إذا قطع الليف العصبي يظل الطرف المركزي منه قادرا على التجدد والنمو ممتاز لاتصال الطرف المركزي بجسم الخلية العصبية حيث يحصل على احتياجاته كلها من مواد تصنع في جسم الخلية العصبية 6- تظهر على الشخص المصاب بعدوى أعراض الحمة ممتاز نتيجة قيام الخلايا البلعمية الكبيرة بإطلاق مواد كيميائية تسمى البيروجينات التي تحف الدماغ على رفع درجة حرارة الجسم 7- للبرولاكتين آثارا مختلفة تبعا للمجموعة الحيوانية التي يفرز فيها لأنه يحف غدد الثدي على إفراز الحليب في الثديات بينما يحفز الطيور على رعاية الصغار وإن كانوا من غير الأبوين 8- سرعة استجابة الجسم مع دخول نفس الأنتجين مرة أخرى ممتاز بسبب خلايا الذاكرة التي كونها الجسم خلال الاستجابة المناعية الأولية وتمكنه من تعرف الأنتجين بسرعة 9- لهذا ذكرنا عزيزة الطالبة عزيزة الطالب أن الاستجابة الثانوية تكون أسرع بكثير من الاستجابة الأولية عند دخول العامل الممرض نفسه بسبب وجود خلايا الذاكرة يؤد الناقل العصبي GABA من النواقل المثبتة 10- ممتاز عندما يرتبط الناقل العصبي GABA مع مستقبله الغشاء تنفتح قناة أيونية لتدخل عبرها أيونات الكلورايد إلى الخلية ما بعد المشتبك مؤدية إلى تبدل أيوني يظهر بفرط استقطاب يسمى الجهد المثبت ما بعد المشتبك 10- الجهاز العصبي الذاتي يتكون من جهازين متضادين في التأثير لأن الجهاز السنبثاوي يحضر الجسم لأي أفعال تتطلب طاقة تلزم لمواجهة الطوارئ كما في حالة الخوف والهرب أما نظير السنبثاوي يثبت الأنشطة الإرادية الروتينية للجسم واختراحة 11- ينصح بإضافة اليود إلى ملح الطعام ومياه الشرب لأنه يلزم لإنتاج هرمون الثيروكسين الذي تفرزه الغدة الدرقية حيث أن نقصه يسبب أعراض مرضية خطيرة وقزامة أو قماءة عند الأطفال والآن عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب لننتقل إلى مجموعة جديدة ونوعية جديدة من الأسئلة فتابعوا معي ماذا تتوقع أن يحدث بالحالات التالية مع ذكر السبب؟ 1- زيادة حجم جسم الحشرة ممتاز سوف تقوم بالانسلاخ وإفراز هيكل آخر جديد تنظمه ثلاثة هرمونات 2- انخفاض مستوى السكر بالدم تفرز خلايا ألفة هرمون جلوكاجون في الدم 3- زيادة هرمون الثيروكسين بالدم ممتاز تزيد معدلات الاستقلاب الخلوي الأيض لأنه ينظم عملية الاستقلاب الخلوي 4- انغراس البويضة المخصبة بقناة فالوب أحسنتم سوف يحدث الحمل خارج الرحم لأن الحمل الطبيعي يحدث داخل الرحم 5- حدوث قطع بالحبل الشوكي للإنسان أحسنتم سوف يصاب الجسم أسفل مكان القطع بالشلل لأن الحبل الشوكي ينقل السيالات العصبية من وإلى الدماغ 6- عند انعكاس الضوء داخل العين تصبح الرؤية ضبابية وغير واضحة 7- عند ارتباط ناقل عصبي مثل جابة بمستقبل لغشاء خلية عصبية تنفتح قناة أيونية بهذا المستقبل وتدخل أيونات الكلورايد مؤدية إلى تبدل كهربائي يسمى الجهد المفبط 8- عندما ينجح الكائن الممرض في تخطي وسائل الدفاع الخط الأول يستجيب الدفاع الثاني بالالتهاب ويفرز الهستامين من الخلايا الممزقة 9- نقص كمية الثيروكسين بالجسم 10- انخفاض معدلات الأيض وزيادة الوزن وتضخم الغدة الدرقية 10- نقص اليود في غذاء الأطفال 10- عجز انتاج الثيروكسين واختلال النمو العصبي والهيكلي 11- عند استثارة ليف الخلية العصبية بمؤثر فعال 12- انعكاس الشحن الكهربائية عبر غشاء الخلية واستجابة الليف لظاهرة تسمى جهد العمل 12- عند ارتباط ناقل عصبي مثل جابة بمستقبل لغشاء خلية عصبية 13- ممتاز تنفتح قناة ايونية بهذا المستقبل وتدخل ايونات الكلورايد مؤدية الى تبدل كهربائي يسمى الجهد المثبت 14- والان عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب سوف ننتقل الى نوع جديد من الاسئلة فابقوا معنا 14- ما المقصود بكل مما يأتي 15- واحد المشتبك العصبي 15- اماكن اتصال بين خليتين عصبيتين او خلية عصبية وغير عصبية تسمح بنقل السيال العصبي للخلية المجاورة 16- الزهايمر 16- هو مرض يفسد فيه نسيج الدماغ حيث تثراكم فيه ترسبات غير طبيعية ويفقد المصابون الذاكرة 17- خلايا لديج 18- خلايا خلالية تفرز هرمونات الاندروجين والتستوستيرون بالخصية 19- أربعة المشيمة 19- عضو يتم من خلاله تبادل المغذيات والاكسجين والفضلات بين الام والجنين النامي 20- خمسة المنبه 20- تبدل في الوسط الخارجي او الداخلي بسرعة 21- تكفي لاستثارة المستقبلات الحسية والخلايا العصبية وتوليد استجابة ملائمة 22- ستة جذع الدماغ 23- منطقة الربط بين الحبل الشوكي وباقي الدماغ 24- سبعة طور الإباضة 24- أقصر أطوال دورة الحيظ يحدث في منتصف الدورة ويستمر من ثلاث لأربعة أيام 25- الغد النخامية 26- يطلق عليها الغد القائد لتحكمها في عدد كبير من الغد الصماء في الجسم 27- والآن عزيزتي الطالبة 28- عزيزي الطالب ننتقل إلى نوع جديد من الأسئلة 29- تابعوا معي 30- الشكل الذي أمامك يمثل غد صماء درستها 30- ثم أكمل البيانات 31- الغد الدرقية 31- الغد الدرقية 31- الغد الدرقية 32- أم الرسم الذي على اليسار 31- هو السائل الأمنيوسي 32- الحبل السري 33- أدرس الرسومات التالية بدقة 34- ثم أكتب البيانات على الرسم 34- وأجب عن الأسئلة التي تليه 35- أكتب الأجزاء الرئيسية للخلية العصبية 36- واحد جسم الخلية 37- نواة سيتوبلازم 38- محور 38- نهايات محورية 39- زوائد شجرية 39- أثنين 40- خلية شوان 40- تغلف محور الخلية العصبية 40- بطبقات المايلين 41- ويتجمع السيتوبلازم 41- مع النواة في الخلية 42- ليشكل غلاف الليف العصبي 42- والآن عزيزتي الطالبة 42- عزيزي الطالب 43- ننتقل إلى نوع جديد من الأسئلة 44- تابعوا معي 45- ما مدى الملاءمة الوظيفية لكل من ما يلي 45- المستقبلات التذوقية 46- ممتاز 47- هي خلايا تذوقية مستقبلة 47- تتجمع في برائم التذوق 48- ولكل برع مسام تذوقي 49- يفتح على سطح اللسان 49- الصلبة في حماية العين 49- ممتاز 50- تعتبر طبقة الصلبة 50- الغطاء الخارجي للعين 50- وهي طبقة متقوسة 51- وثخينة وقاسية وغير شفافة 51- ومكونة من النسيج الضام 52- وفي مقدمة كرة العين 52- تصبح طبقة الصلبة أكثر رقة وشفافة 53- لتشكل القرانية 53- تحت المهاد بضبط هرمونات الفصل الخلفي للغدة النخامية 54- أحسنتم 55- يحتوي تحت المهاد 55- على أجسام الخلايا العصبية الإفرازية 55- ومحاور تلك الخلايا ممتدة إلى الفصل الخلفي للغدة النخامية 55- وباستثارة تلك الخلايا 56- تعمل محاورها على إفراز هرمونات بمجرى الدم 56- ما أهمية كل من؟ 57- خلايا الغراء العصبي الصغيرة 57- ممتاز 58- تقوم بتخليص النسيج العصبي 58- من الكائنات الممرضة والأجسام الغريبة 59- إضافة إلى الخلايا العصبية التالفة والميتة 59- من خلايا عملية البلعمة 60- الجهاز العصبي الطرفي 61- يقوم بربط الجهاز العصبي المركزي بأعضاء الجسم كلها 61- خلايا المشيمة المحيطة بالعين 62- هي خلايا غنية بالصبغة السوداء 63- التي تخفض الضوء الزائد 64- وتمنع انعكاس الضوء داخل القسم الخلفي من كرة العين 64- وتحتوي على أوعية غذي الشبكة 65- الخلايا التائية الكابحة 65- تثبت نشاط الخلايا التائية الأخرى 65- عندما لا تكون الحاجة إليها ملحة 66- وبهذا عزيزتي الطالبة 67- عزيزي الطالب 67- نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم 68- التي تناولنا فيها مراجعة 69- لما تم دراسته 69- بالفصل الدراسي الأول 69- لمادة الأحياء للصف الثاني عشر 70- على أمل اللقاء بكم 70- مع حلقة جديدة من حلقات 70- دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر 71- أستودعكم الله 70- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم